السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبنائي الطلاب درس اليوم سيكون مساحة سطح الهرم للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثالث نبدأ أولا بحل تمارين فقرة تأكد أوجد المساحة الجانبية والكلية لسطح كل هرم منتظم مما يأتي مقربا الجواب إلى أقرب عشر إذا لزم الأمر الهرم هو عبارة عن شكل من الأشكال الفراغية يتكون من رأس الهرم له رأس واحد فقط وله قاعدة مضلعة ما المقصود بالقاعدة المضلعة هي بأن تكون مثلث ولذلك فإن أصغر الأهرام هو الهرم الثلاثي بعد ذلك قد يكون هرم رباعي إذا كان قاعدته رباعية وخماسي إذا كان قاعدته خماسية وهكذا الأوجه الجانبية للهرم عبارة عن مثلثات نبدأ الآن بإيجاد المساحة الجانبية للهرم أولا الهرم في السؤال الأول يمثل هرم رباعي لماذا؟ لأن قاعدته لها أربعة أضلع وقاعدتها مربعة الشكل أربعة أربعة وهذا بيكون هنا عندي أربعة وهنا بيكون عندي أربعة القانون أولا نوجد المساحة الجانبية المساحة الجانبية بما أن القاعدة مربعة لها أربعة أوجه جانبية وهي عبارة عن مثلثات نقول له المساحة الجانبية جيم يساوي نصف هذا هو قانون المساحة الجانبية نصف المحيط في لام ما المقصود بلام؟ اللام هي الارتفاع الجانبي وليس ارتفاع الهرم ارتفاع الهرم عين؟ اللي يكون نازل من رأس الهرم إلى وين؟ إلى منتصف قاعدة الهرم يسمى الارتفاع الهرم ونستخدمه في وين؟ في إيجاد حجم الهرم إذا طلب مني إيجاد حجم الهرم نستخدم الارتفاع اللي يكون نازل بهذا الشكل على القاعدة هذا هو الارتفاع ولكن لإيجاد المساحة الجانبية نوجد الارتفاع الجانبي هو أن يكون الارتفاع الجانبي هذا يكون من رأس الهرم عمودي على أحد أضلاع القاعدة بهذا الشكل هذا يسمى الارتفاع الماء اللام إذن اللام تسوي كم؟ ستة إذا راح نقول لي المحيط نص المحيط عندي عبارة عن مربع أربعة 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 إما نقول الطول زائد العرض ضرب اثنين أربعة زائد أربعة يعطيني ثمانية ضرب اثنين ستة عشر أو نقول لي جمع الأضلاع الأربعة أربعة زائد أربعة زائد أربعة زائد يسوي كم؟ ستة عشر ضرب الارتفاع المائل كم؟ ستة إذن راح نقول لي طبعا نص الستة عشر نص العدد ستة عشر هو كم؟ ثمانية ثمانية ضرب ستة يساوي ثمانية وأربعين الوحدة بتكون سانتيمتر مربع ليش مربع؟ لأنه مساحة هذه المساحة الجانبية باقي مساحة القاعدة نقول لي مساحة القاعدة طبعا عندي قاعدة واحدة للهرم قاعدة واحدة ميم نقول لي الطول ضرب العرض الطول يساوي العرض لأن القاعدة عبارة عن مربعة الشكل أربعة ضرب أربعة يساوي ستة عشر سانتيمتر مربع إذن بعد ذلك نقوم بإيجاد المساحة الكلية ويرمز لها بالرمز كاف نقول لي جيم زائد ميم الجيم كم تساوي قلنا؟ ثمانية وأربعين زائد ستة عشر يكون عندي الناتج النهائي أربعة وستين سانتيمتر مربع هذا بالنسبة إلى السؤال الأول ننتقل الآن إلى السؤال الثاني أيضا في البداية نوجد المساحة الجانبية نوع هذا الهرم هرم ثلاثي لماذا؟ لأن له ثلاثة أضلاع في القاعدة هذه اطناعش 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 هذه الأطوال الثلاثة الثاني الثالث إذن راح نقول لي نص المحيط في الارتفاع الجانبي نركز على الارتفاع الجانبي نميز بينه وبين العين فرح نقول لي نص كم يساوي المحيط؟ بما أن عندي المحيط هو مجموع الأضلاع نقول لي اطناعش زائد اطناعش زائد اطناعش مجموع الأضلاع الثلاثة اطناعش زائد اطناعش زائد اطناعش يساوي كم؟ ستة وثلاثين ثم بعد ذلك نقوم بالضرب في الارتفاع الجانبي هذا هو الارتفاع الجانبي من رأس الهرم عمودي على أحد الأضلاع خمستاش هذا هو اللام إذن يساوي خمستاش إذن نقول له ناخد نصف أحد الأعداد نصف العدد ستة وثلاثين يساوي ثمنتعش ثمنتعش ضرب خمستعش يساوي مائتين وسبعين الوحدة هي متر مربع بعد ذلك نقوم بإيجاد مساحة القاعدة القاعدة عبارة عن مثلث بما أن القاعدة عبارة عن مثلث فلابد من إيجاد نصف ضرب القاعدة ضرب ارتفاع المثلث ارتفاع المثلث هو ارتفاع نفس القاعدة قاعدة المثلث فعندي القاعدة هي اطناعش قاف أي قاعدة فيهم نصف ضرب 12 كم الارتفاع حق المثلث هذا اللي داخل هذا هو العمودي يساوي 10.2 إذن نقدر ناخد نصف العدد 12 كم نصف العدد 12 6 6 ضرب 10.2 يساوي 61.2 الوحدة هي متر مربع ثم بعد ذلك نقوم بإيجاد المساحة الكلية جيم زائد ميم الجيم 270 زائد 61.2 يساوي 331 فاصلة الوحدة متر مربع هذا بالنسبة إلى السؤال الثاني ننتقل الآن إلى سؤال ثلاثة أهرامات هرم أرينا في منفيس في الولايات المتحدة هرم رباعي منتظم ما أنا قال لي رباعي منتظم فهو شكل على شكل مربع طول قاعدته كل وجه له 600 قدم وارتفاعه 477 قدم أوجد المساحة الجانبية له في البداية طبعا نقول له المساحة الجانبية جيم يساوي نصف ضرب محيط القاعدة ضرب الارتفاع الجانبية طبعا قال لي في السؤال أن هذا هو الارتفاع وارتفاعه يتكلم عنوان الهرم لم يحدد أن هذا الارتفاع هو الارتفاع الجانبي وبالتالي فإن هذا الارتفاع هو اه ارتفاع الهرم وليس الارتفاع الجانبي طبعا آه بيكون عندي داخل هذه القاعدة طبعا هذه على افتراض أن هذه القاعدة هذا طبعا طولة كم ستمائة طبعا هذا أيضا بيكون طولة كم ستمائة هذا الارتفاع بيكون نازل من الهرم هذا الارتفاع 477 هنا طبعا لابد من إيجاد هذا الارتفاع إلا بيكون نازل على وين بهذا الشكل على هذه القاعدة هذا الارتفاع وين الجانب هذا اللي نحتاج له فهنا راح نطبق نظرية وين فيه ثاغورس كم يساوي هذا اللي في الداخل 300 300 وهذا ارتفاع كم 477 فبيكون عندي هذا النازل 477 وهذا طبعا لطول القاعدة 600 نصفها كم 300 احنا نبغى هذا الارتفاع المائل الوتر هذا هو اللام راح نقول لي اللام تربيع يساوي 477 تربيع زائد 300 تربيع نطلع الناتج كامل بالآلة الحاسبة طبعا بيكون عندي وبعدين راح نجيب الجدر التربيعي لما بداخل هذه القيمة نقول لي اللام يساوي هذه القيمة كاملة 477 تربيع زائد 300 تربيع الناتج التقريبي اللي راح يطلع عن طريق الآلة الحاسبة هو 563 ونصف تقريبا قدم هذا هو الارتفاع الماء هذا نحتاج له بعد ذلك نقوم بإيجاد نصف نرجع طبعا هذا في حلول الإجابة خاطئة موجودة في حلول الإجابة خاطئة لأنه هذا اعتمد أن هذا لام وهذا ليس لام ليس لام هذا هو ماذا الارتفاع وارتفاعه المقصود ارتفاع الهرم فلابد من إيجاد الارتفاع المائل اللي على وين اللي على السطح المثلث الجانبي فهنا راح نقول طبعا المحيط بما أن قال لي أو جد للمساحة الجانبية وطول كل وجه فيه ستمائة يعني ستمائة برب كم أربعة لأن القاعدة مربعة بيكون ستمائة زائد ستمائة زائد ستمائة زائد ستمائة ألفين وكم أربعة 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 برب ماذا برب هذه القيمة اللي طلعناها خمسمائة وثلاثة وستين فاصلة خمسة نصف هذا العدد نصف العدد ألفين وأربعة هذا مع هذا راح نحسب ألف ومائتين برب خمسمائة وثلاثة وستين فاصلة خمسة إذا ضربناهم طبعا بيكون عندي الناتج لهذه المساحة الجانبية ستمائة وستة وسبعين ألف ومائتين قدم هذه هي الإجابة الصحيحة لهذا السؤال ننتقل الآن إلى السؤال التالي أو المجموعة التالية فقرة تدرب وحل المسائل أوجد المساحة الجانبية والكلية لسطح كل هرم منتظم بما أن قال لي منتظم يعني جميع أضلاعه منتظمة لها نفس الطول مما يأتي مقربا الجواب إلى أقرب عشر إيدة لازمة ألام نبدأ أولا بالمساحة الجانبية نص المحيط في الارتفاع الجانبي طبعا عندي المحيط بما أن القاعدة مربعة 2 ضرب 4 ليش؟ لأن هذا 2 وهذا 2 نجمع الأضلاع 2 زائد 2 زائد 2 أو نضرب طول الضرب في 4 بصير عندي نص ضرب 8 الارتفاع الجانبي هو 3 ونص إذن رح نقول له نص العدد 8 هو كم 4 4 ضرب 3 ونص يساوي 14 الوحدة سنتيمتر مربع ثم بعد ذلك نجيب مساحة القاعدة ميم مساحة القاعدة نضرب الطول في العرض الطول ضرب العرض الطول يساوي العرض 2 ضرب 2 يساوي 4 سنتيمتر مربع بعد ذلك نوجد المساحة الكلية المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة المساحة الجانبية 14 زائد 4 إذن الناتج النهاي 14 زائد 4 يساوي 18 سنتيمتر مربع هذا بالنسبة إلى سؤال 4 ننتقل الآن إلى سؤال 5 أيضا عندي سؤال 5 المساحة الجانبية نص نص المحيط في الارتفاع الجانبي نص المحيط 3 ونص 3 ونص ضرب 4 لماذا؟ طبعا ضرب 4 لأنه 4 أضلاع نجمع نجمع الأطوال الارتفاع المائل هو كم؟ 5 أولا نقوم بضرب 3 ونص ضرب 4 يعطيني كم؟ 14 فبيكون عندي نص العدد 3 ونص ضرب 4 14 ضرب 5 ثم نقوم الآن بأخذ نص العدد 14 نص العدد 14 7 7 ضرب 5 يساوي 35 الوحدة قدم مربع المساحة أو مساحة القاعدة الطول ضرب العرض الطول يساوي العرض 3 ونص ضرب 3 ونص إذا ضربنا 3 ونص ضرب 3 ونص يطلع عندي 12.25 قدم مربع المساحة الكلية كاف جيم زائد ميم المساحة الجانبية تساوي 35 زائد المساحة للقاعدة 12.25 بيكون الناتج النهائي 47.25 قدم مربع هذا بالنسبة إلى سؤال 5 ننتقل الآن إلى سؤال 6 سؤال 6 عندي هرم ثلاثي يقول للمساحة الجانبية نص المحيط في الارتفاع طبعا المحيط عبارة عن ثلاثة أضلاع ستة 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 زائد ستة زائد ستة كم يساوي 18 إذن نصف ضرب 18 الارتفاع الجانبي هذا هو الارتفاع الجانبي هذا اللي يكون من الرأس إلى الضلع بشكل قائم ثمانية فاصلة ثلاثة إذن سنقول نصف العدد 18 إذا كان هناك عدد زوجين ناخد نصف نصف الثمن تسعة تسعة ضرب ثمانية فاصلة ثلاثة بيكون عندي الناتج للمساحة الجانبية لسؤال ستة هو 74 فاصلة سبعة الوحدة هي متر مربع ننتقل الآن إلى مساحة القاعدة بما أن القاعدة مثلث قانون مساحة المثلث نصف ضرب القاعدة ضرب ارتفاع المثلث ننتبه لازم نميز ارتفاع المثلث هذا هو الموجود في الداخل هذا هو هذا هو كم يساوي هذا الارتفاع قال لي أن هذا الارتفاع يساوي خمسة فاصلة اثنين إذن راح نقول له نص القاعدة ستة ضرب ستة الارتفاع لهذه القاعدة خمسة فاصلة اثنين يساوي نصف العدد ستة هو كم ثلاثة ثلاثة ضرب خمسة فاصلة اثنين يساوي خمسة فاصلة ستة الوحدة هي متر مربع المساحة الكلية نقول له اربعة اربعة وسبعين فاصلة سبعة زائد خمسة عش فاصلة ستة يساوي تسعين فاصلة ثلاثة تسعين فاصلة ثلاثة متر مربع هذا بالنسبة الى الاسئلة من اربعة الى ستة ننتقل الان الى سؤال سبعة بنفس الطريقة نقول له المساحة الجانبية تساوي نصف المحيط في الارتفاع الجانبي نصف بما ان المحيط عبارة عن مثلث القاعدة راح نقول له تسعة زائد تسعة زائد تسعة او نقول له تسعة ضرب ثلاثة يساوي سبعة وعشرين ضرب الارتفاع الجانبي هذا هو لازم نميز بينه وبين ارتفاع القاعدة ارتفاع لهو المثلث سبعة فاصلة ثمانية سبعة فاصلة ثمانية ناخد نصف العدد سبعة وعشرين كم نصف العدد سبعة وعشرين ثلاثة ونصف هذا ضرب هذا ثلاثة فاصلة خمسة ضرب سبعة فاصلة ثمانية يكون الناتج مئة وخمسة فاصلة ثلاثة مئة وخمسة فاصلة ثلاثة الوحدة هي مليمتر مربع ثم بعد ذلك نوجد مساحة القاعدة بما ان القاعدة مثلث نصف ضرب قاف ضرب ارتفاع المثلث نقول لا يساوي نصف القاعدة كم تساوي تسعة هذه هي القاعدة تسعة ضرب تسعة ارتفاع المثلث هذا القاعدة اللي افتحت هذا هو ارتفاع المثلث سبعة فاصلة ثمانية اذا رح نقول لا نصف العدد تسعة نصف العدد تسعة هو اربعة ونصف ضرب سبعة فاصلة ثمانية يساوي خمسة وثلاثين فاصلة واحد مليمتر مربع المساحة الكلية جيم زائد ميم الجيم مئة وخمسة فاصلة اربعة الوحدة هي مليمتر مربع هذا بالنسبة الى سؤال سبعة ننتقل الان الى سؤال ثمانية سؤال ثمانية عندي هرم رباعي هذا هو سؤال ثمانية المساحة الجانبية نصف المحيط في الارتفاع الجانبي نصف المحيط خمسة زائد خمسة ثلاثين ضرب اثنين يساوي ستين او نقول خمسة زائد خمسة اربع مرات الارتفاع الجانبي هو هذا هو ثمنتعش نقول نصف العدد ستين نصف الستين ثلاثين ضرب ثمنتعش ثلاثين ضرب ثمنتعش يساوي خمسمائة واربعين الوحدة هي سانتي متر مربع ثم الآن ننتقل الى مساحة القاعدة الطول ضرب العرض الطول يساوي العرض لأن القاعدة عبارة عن مربع خمسة ضرب خمسة عشر يساوي مائتين وخمسة وعشرين سانتي متر مربع المساحة الكلية جيم زائد ميم الجيم يساوي خمسمائة واربعين زائد مائتين وخمسة وعشرين يكون الناتج بعد عملية الجمع للمساحة الكلية سبعمائة وخمسة وستين سبعمائة وخمسة وستين سانتي متر مربع هذا بالنسبة إلى سؤال ثمانية ننتقل الآن إلى سؤال تسعة نقول أيضا المساحة الجانبية ساوي نصف المحيط لعم يساوي نصف المحيط بما أن الهرم هو هرم ربعي يعني أربع وعشرين ضرب أربعة لأن هناك أربعة أضلع يساوي ستة وتسعين المحيط أربعة وعشرين زايد أربعة وعشرين زايد أربعة وعشرين زايد أربعة أربع مرات يساوي ستة وتسعين الارتفاع الجانبي الارتفاع الجانبي يساوي اثنين وثلاثين ناخد نصف العدد ستة وتسعين أو نصف العدد اثنين وثلاثين واحد منهم طبعا إذا أخذنا نصف العدد ستة وتسعين يعطيني ثمانية وأربعين ثمانية وأربعين ضرب اثنين وثلاثين بعد عملية الضرب يكون الناتج لدينا ألف وخمسمائة وستة وثلاثين الوحدة هي قدم مربع ثم بعد ذلك نقوم بإيجاد مساحة القاعدة مساحة القاعدة هي الطول ضرب العرض أربعة وعشرين ضرب أربعة وعشرين إذن راح نقول له أربعة وعشرين ضرب أربعة وعشرين يساوي خمسمائة وستة وسبعين قدم مربع ثم بعد ذلك نقول له كاف تساوي جيم زائد ميم الجيم قلنا ألف وخمسمائة وستة وثلاثين المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة خمسمائة وستة وسبعين يكون الناتج بعد عملية الجم ألفين ومئة واطمعش قدم مربع هذا بالنسبة إلى الأسئلة من سبعة إلى تسعة ننتقل الآن إلى التالية سؤال عشرة أسقف سقف خشبي على شكل هرم طول ارتفاعه الجانبي شوف هنا الآن حدد لي ممثل سؤال ثلاثة قال هرم طول ارتفاعه الجانبي لو قال لي فقط ارتفاعه سكت هنا بيكون واش بيكون عندي الارتفاع حق الهرم بيكون فلابد من اللجوء إلى وين نظرية فيثاغورس نظرية فيثاغورس فهنا الآن نقول الارتفاع الجانبي جاه الزلام كم يساوي 16 وقاعدته مربع طول ضلعه 40 ما مساحة الخشب الذي تحتاج إليه لتغطية السقف بما أن نتكلم عن السقف فقط المطلوب ماذا المساحة الجانبية فقط ما يحتاج نجيب المساحة الكلية إذن سؤال عشرة المطلوب في سؤال عشرة المساحة الجانبية فقط جيم لأن السقف ما قال لي القاعدة وهذا السقف على شكل هرم رباعي فنقول لي جيم يساوي نصف المحيط في لام راح نقول له نصف كم المحيط إذا كان طول الضلع 40 يعني 40 ضرب 4 40 زايد 40 زايد 40 زايد 40 يساوي كم 160 كم الارتفاع الجانبي قال لي لام 16 نقول له نصف العدد 160 هو كم 80 80 ضرب 16 يساوي 1280 1280 الوحدة هي على حسب العطانية في السؤال قدم مربع ننتقل الآن إلى سؤال 11 مخطط هرم رباعي منتظم هرم رباعي منتظم مساحته الجانبية لهيجيم 107.25 وطول ارتفاعه الجانبي لام يعني هذا هو اللام هذا لم وهذا جيم اوجد طول ضلع قاعدته طول الضلع يعني الطول العادي فنقول له جيم لابد من ايجاد المحيط اولا المحيط طبعا نقسم على اربعة لشان نجيب طول الضلع الواحد فنقول له نص في المحيط في الارتفاع الجانبي كم قال لي المساحة الجانبية 107.25 يساوي نصف المحيط غير موجود غير موجود المحيط ضرب الارتفاع الجانبي 8.25 نقوم اولا بضرب النصف نصف العدد نصف العدد 8.25 يعطيني يعطيني 4.125 مضروبة في المحيط وهنا عندي طبعا 107.25 نقوم الآن بقسمة الطرفين على 4.125 4.125 لإيجاد المحيط إذن المحيط يساوي بعد القسمة تقريبا يساوي 26.007 فانقرب إلى 14 بيطلع عندي 26 تقريبا بعد ذلك لإيجاد طول الضلع نقول طول الضلع لأن عندي أربعة أضلع في القاعدة طول الضلع راح نقول يساوي المحيط على كم أربعة يعني 26 قسمة أربعة يساوي 6.5 6.5 طبعا هنا بيكون بوين بيكون بالسانتي إذن 6.5 سانتي هذا هو الناتج للسؤال 11 ننتقل الآن إلى السؤال الثاني 10 فن العمارة يبلغ الارتفاع الجانبي لهرم الشمس في المكسيك 132 ونصف شوف هنا حدد الارتفاع الجانبي يعني هذا لام وطول ضلع قاعدته المربع يعني القاعدة عبارة عن مربع طول ضلع قاعدته 232 ونصف أوجد مساحته الجانبية نقول له السؤال الثاني عشر المساحة الجانبية جيم يساوي نصف المحيط في وين الارتفاع الجانبي نقول له نصف وعندي طول الضلع 223 ونصف ضرب كم ضرب أربعة ضرب أربعة يعطيني 894 894 يعني 232 ونصف زائد 232 ونصف كم مرة أربع مرات يعطيني 894 الارتفاع الجانبي أطانية 122 وثلاثين ونصف نقول له نصف هذا العدد نصف العدد 894 يساوي يساوي 447 ضرب 132 ونصف وبالتالي فأن المساحة الجانبية تساوي بعد عملية الضرب 59 1227 ونصف الوحدة هي متر مربع فقط المطلوب المساحة الجانبية ننتقل الآن إلى السؤال الثالث عشر السؤال الثالث عشر مخطط يمثل الشكل مجاور مخطط لهرم منتظر احسب المساحة الكلية للهرم أولا النوع هذا الهرم هو عبارة عن هرم رباعي الأوجه الجانبية له عبارة عن مثلثات طبعا أعطاني سبعة قدم وحاط لي شرطات الشرطات تعني أنهم كلا هذول سبعة 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 كل الأضلاع اللي فيه هذا سبعة سواء كان في القاعدة أو الأحرف الجانبية للمثلثات للأوجه الجانبية فطبعا رح نستقطع منه هذا الجزء نحتاج له هذا هو سبعة 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 نحتاج له فهنا الآن الموجود عندي احسب المساحة الكلية أولا نوجد المساحة الجانبية جيم يساوي نصف المحيط في الارتفاع الجانبي المحيط سهل أن نجيب محيط القاعدة سبعة زائد سبعة زائد سبعة زائد سبعة يساوي كم ثمانية وعشرين نصف ضرب ثمانية وعشرين لكن الارتفاع الجانبي غير موجود الارتفاع الجانبي يكون من رأس الهرم هذا هو رأس أنا ليش أخذ هذا المثال عشان نبين الارتفاع الجانبي بيكون على القاعدة بهذا الشكل فهنا نحتاج إليه طبعا ليجاد هذا الارتفاع الجانبي وما عطاني الارتفاع الجانبي عطاني هذا سبعة هذا حرف فهذا الارتفاع الجانبي على القاعدة غير موجود هذا كامل سبعة كم نصف هذا 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 سبع هذا اللي ضللنا عليه هذا يساوي ثلاثة ونص وهذا عندي كم بيكون سبعة وهذا اللي بيكون نازل عليه طبعا بيكون كم هذا غير موجود هذا هو الارتفاع الجانبي طبعا هذا وين بيكون بيكون في الداخل هنا الارتفاع الجانبي بهذا الشكل بهذا الشكل وهنا عندي طبعا من القاعدة هذا الامتداد ثلاثة ونص هذا إذا سكرنا طبعا بمثل لي مثلث قائم الزاوية من الداخل بهذا الشكل فطبعا هذا اللام اللام بيمثل الوتر اللام بيكون وين الوتر فبيكون عندي هذا النازل خلنا نستقطع بهذا الشكل هذا بيكون الارتفاع الموجود ثم عندي طبعا له هذا ثلاثة ونص بهذا الشكل وعندي وين هذا هو بيكون اللام بهذه الطريقة فبيكون عندي أفوا بيكون هذا هو السبعة هذا السبعة وهذا بيكون اللام هذا الارتفاع الجانبي إذا استقطعناه فراح نقول له طبعا اللام بما أن هذا أحد الأضلاع القائمة في نظرية فيثاغورس وهذا وين بيكون هذا وين اللهو الوتر بيكون اللهو يكون في الداخل هذا بيكون الجانبي هذا 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 طول الظل هذا هو وهنا طبعا هذا بيكون ثلاثة ونص هذا بيكون الجانبي الارتفاع لشان يكون واضح هذا ثلاثة ونص وهذا بيكون الارتفاع المطلوب هذا هو اللام وهذا بيكون سبعة بهذا الشكل راح نقول له سبعة تربيع يساوي لام تربيع زائد ثلاثة ونص تربيع بهذا الشكل راح ننقل هذا الطرف الثاني يبقى اللام لوحدة تربيع بيكون عندي سبعة ونصف سبعة تربيع ناقص ثلاثة ونص تربيع هنا طبعا بيكون عندي سبعة تربيع تعني سبعة ضرب سبعة تسعة واربعين ناقص ثلاثة ونص ضرب ثلاثة ونص اتناعش فاصلة خمسة وعشرين نقوم بعملية الطرح نقول لام تربيع نقوم بعملية الطرح يساوي ستة وثلاثين فاصلة خمسة وسبعين بعد ذلك لإيجاد اللام نوجد تحت الجدر ستة وثلاثين فاصلة خمسة وسبعين يكون الناتج ستة فاصلة واحد تقريبا ستة فاصلة واحد تقريبا بيكون الارتفاع الجانبي طبعا الارتفاع بيكون ستة قدم فنعوض هنا بكم ستة فاصلة واحد إذا راح نقول له نصف العدد ثمانية وعشرين هو كم أرباطعش ضرب ستة فاصلة واحد يساوي خمسة وثمانين فاصلة أربعة قدم مربع بالنسبة إلى مساحة القاعدة ميم نقول له ميم ميم مساحة القاعدة بما أنها مربعة سبعة ضرب سبعة يساوي تسعة وأربعين قدم مربع المساحة الكلية كاف راح نقول له خمسة وثمانين المساحة الجانبية خمسة وثمانين فاصلة أربعة زائد تسعة وأربعين يساوي مئة وأربعة وثلاثين فاصلة أربعة قدم مربع هذا بالنسبة إلى السؤال الثالث عشر ننتقلان إلى السؤال السابع عشر مصباح مكتبي يشترى عمر مصباحا مكتبيا على شكل هرم منتظم احسب المساحة الجانبية للمصباح رشاد أعطي أني استعمل نظرية فيثاغورس لإيجاد الارتفاع الجانبي أولا طبعا عندي لإيجاد الارتفاع الجانبي احسب المساحة الجانبية أولا نقول له المساحة الجانبية جيم تساوي نصف المحيط ضرب الارتفاع طبعا المحيط نقدر نجيب 12 وهذا بيكون 12 12 12 12 ضرب 48 الارتفاع الجانبي غير موجود شوف هذا الثماني اللي أعطاني هو ارتفاع الهرم فهنا طبعا راح نمد إلى هذا الضل نصف هذا الضل كم 6 وبالتالي يشوف نصف هذا هذا 6 هنا بيكون 6 وهذا بيكون 8 راح يتكون عندي بهذا الشكل ارتفاع الهرم 8 وهذا بيكون 6 ليش 6 نصف الضلع هذا ضلع القاعدة هذا بيكون هو الارتفاع الجانبي هذا هو اللام فنقول للام تربيع يساوي نستخدم نظرية فيثاغورس 8 تربيع زائد 6 تربيع 8 تربيع 8 64 زائد 6 ضرب 6 36 34 64 64 زائد 36 300 هذا 100 للام تربيع لإيجاد لام لابد من إيجاد جدر المئة جدر المئة كم يساوي 10 إذن بيكون طول الطول الجانبي أو الارتفاع الجانبي 10 بوصة إذن راح نقول له نص ضرب المحيط كم يساوي هنا المحيط قلنا 12 زائد 12 زائد 12 زائد كم يساوي 48 ضرب 10 الارتفاع الجانبي هذا طلعنا من نظري نصف العدد 48 24 ضرب 10 يساوي 240 بوصة مربع هذه هي المساحة الجانبية ننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة وهي تدريب على اختبار ما أفضل تقدير للمساحة الجانبية لسطح الهرم في الشكل أدنا طبعا عندي المساحة الجانبية جيم نص ضرب المحيط المحيط 13.4 ضرب 4 لأنه هرم ماذا رباعي يعطيني 53.6 الارتفاع الجانبي هو 16 هذا هو نصف العدد 16 هو 8 8 ضرب 53.6 يساوي 428 8 أقرب إلى وين هذا العدد إلى 429 هذه هي الإجابة الصحيحة ننتقل الآن إلى سؤال 26 والأخير تمثل الشبكة أدنا هرما رباعيا منتظما مقربا إلى أقرب عدد صحيح ما المساحة الجانبية لسطح الهرم المساحة الجانبية جيم يساوي نص نص طبعا بما أن هذه القاعدة مربعة طول الضلع سبعة هذا سبعة 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 نجمحهم 28 المحيط الارتفاع الجانبي هذا هو الارتفاع الجانبي 9.1 إذن نقول نص في العدد 28 14 ضرب 9.1 يساوي 127.4 أقرب عدد صحيح لهذا العدد هو 127 سنتيمتر مربع طبعا عندي بعض الأسئلة أهملنا بعض الأسئلة أيضا لضيق الوقت لا يتسع ولكن إذا كان أحد الطلاب أو الطالبات يحتاجون إلى حل مسألة كتابة ذلك في التعليقات تحديد السؤال والصفحة في كتاب الطالب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر